اكدت ترجمة حرفية لقسم من التسجيل المسرب ان ظريف لم يكن على علم بالضربات العسكرية الاسرائيلية السرية على سوريا قبل ان يزوده بها وزير الخارجية الامريكي السابق جون كاري بحسب ما افاد موقع فري بيكن فبعد ان تناقلت وسائل اعلام امريكية خلال الايام الماضية لان ظريف قال في الشريط ان كاري اخبره ان اسرائيل شنت مئتي غارجوية ضد المصالح الايرانية في سوريا من دون مزيد من التفاصيل واظهر الترجمة المستقلة للشريط الصوتي ان وزير الخارجية الايراني اوضح انه لم يكن على علم مسبق بتلك الضربات الاسرائيلية قبل ان يخبره كاري وقال اخبرني كاري ان اسرائيل شنت مئتي غارجوية ضد ايران في سوريا فسأله المحاور انت لم تكن تعرف ليجيب لا لا